يعني المشاركين في جلسات الحوار الوطني القسم المشترك ما بينهم في تصريحاتهم أن فلسفة الحوار الوطني بتقوم على ترتيب الأولويات ترتيب أولويات أجندة الدولة المصرية أو دولاب عمل الدولة المصرية في المرحلة القادمة إزاي شفت ده وإنعكاساته من خلال حضورك لجلسات الحوار طيب خليني في البداية يعني أنا حبيب أوجه شكر لي زملائي في تنطيق الشاب الأحزاب والسياسيين على مشاركتهم على مدار 24 جلسة خلال الأسبوعين اللي فاتوا مشاركة سرية مكترحات حل للمشكلات وتوصيات وبصراحة التزموا بمدومات السلوك اللي تم وضعها من الأمانة الفنية فكنت حابب في بداية كلمتي أن أنا أشكر زملائي في التنصيقية على العرض المشرف بصراحة وبرضو بالإشادة اللي إحنا فيها قبل ما نبدأ إخدثنا الأمانة الفنية للحوار الوطني عملت مجهود كبير جدا بأمانة علشان يظهر الجلسات على المدار الزبعين اللي فاتوا بصورة مشارفة في الحقيقة بقى جابت سيادتك جابت سؤال حضرتك كان فيه تنوع مهم جدا من بداية الحوار كل الأجنتات اللي تمت وكل الموضوعات اللي تم طرحها على أجنتة الحوار من أول يوم في اللي جان كانت مهمة جدا هنيجي نشوف على سبيل المثال قانون المحليات أو الإدارة المحلية أنا بسألك على قصة فقه الأولويات من ضمن الأولويات ما هو فيه مواضيع كتيرة تم طرحها وتم استقبالها من كل الشعب المصري كوا سياسية ومثقفين إعلاميين فبدأت يتم ترتيب الأولويات في الموضوعات فمن ضمن الأولويات اللي بدأنا بيها مسبقا قانون إدارة محلية وانتخابات بما يترطب من أهمية في الشارع المصري ده كان من ضمن الأولويات اللي أنا كنت شايفها مطروحة بصفة عاجلة على طولة الحوار بكل تأكيد هي ملف المحليات تحديدا وملف مهم جدا والحقيقة هو هذا القطاع هو يشتبك اشتفاك مباشر مع المواطن في الشارع مسؤول عن يمكن عدة خدمات بنسمعها بتقدم حاليا يمكن كان عندنا مشكلة كبيرة جدا هي المعنية بيها بالفعل القطاع المحليات ونحن نتكلم عن الترفيق وعن الطرق وعن كل هذه ملفاتها متعلقة على فكرة بالمحليات فطبعا هو ملف في غاية الأهمية طيب خاني يعرف من حدريك يا أستاذ مؤمن ونحن نتكلم على الأطروحات أو التوصيات كانت أهم النقاط أو أهم خلينا نقول محاور الجدل أو النقاط اللي انتو كنت شايفين إن لازم يتم العمل عليها فورا في هذا الملف كانت إيه طيب بسي خليني برضو أوضح معلومة إن احنا من عندنا من 2010 مفيش محليات فده خلى المواطن يعاني كثيرا عدم وجود محليات في الشرع المصري تفاقم في المحليات طبعا دور المجلس النيابية وعضاء مجلس النيابية دور مهم كده بس فيه دور تكامل عضو مجلس المحلي وجوده هيسهل العملية لأعضاء مجلس النيابية سواء كان أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ فيه التفرغة كامل للعمل الخاص به النيابي والتشريع لكن اللي احنا على مدار الجلستين اللي كانوا موجودين بخصوص المحليات احنا رأينا النسب القيمة كان فيه بعض الاختلافات لأيتروجات المختلفة النظام الانتخابي فيه توصيات طبعا تلعت من الجلسة كانت مهمة جدا من أهمها تعريف صريح للعامل والفلاح الاتجاه للنظام الانتخابي اعتماد النظام الانتخابي وإصدار القانون في أسرع وقت توصيات مهمة برضو مكانش حد كتير اتكلم فيها وضع العاصمة الإدارية ايه في القانون المحليات في المجتمعات العمرانية هل هيتم وجود لها مجلس محلي لحياة المجتمعات العمرانية ده برضو من بعض التوصيات والإطرخات اللي تم منقشتها على طولة الحوار فيه توصيات كتير جدا تم طرحها وعلى سبيل المثال برضو المكافأة العادلة لأعضاء مجالس المحلي أن هم طبعا تطوع ويكون متفرغ ما يكونش لديها أعمال عشان خاطر يقدر يباشر العمل الخاص بالمحليات طبعا من بعض التوصيات اللي كان جميع متفق عليها في القاع وأنا أول مرة أشوف اتفاق بين مؤيد ومعارض وشباب شغير في السن وبعض الشخصات السياسية أنه سرعة إصدار القانون ده كان أهم مطلب لي القاعة كلها وأنا كان عندي تساؤل بصراحة النهاردة لو تم إصدار القانون قال إحنا جاهزين هل بقى الأحزاب اللي كانت بتجري على النسبة المطلقة المغلقة على الفردي طب هل أنتم جاهزين جاهزين رغم أن إحنا بنسمع المحليات بقى أكثر من خمس سنوات ده سؤال تقول الأحزاب نقابة مرة محروسة قلت بفعله في القاعة أنا إذن غير نتكلم في النقطة دي صح يا